رائد كيف تبدو الأوضاع لديك اليوم؟ ما الذي يتم رصده من عندك؟ نعم رشا أطلب من زميلي المصور الانتقال بالمشهد الصورة أمامنا تظهر عمدات الدخان إثرى الرشقات الصاروخية التي انطلقت من جنوب لبنان حزب الله أطلق عدة رشقات كانت تعمل منظومة الدفاع الجوية القباء الحديدية واعترضت بالفعل بعض الصواريخ لكنها لم تستطع اعتراض كل الصواريخ وسقط عديد من الصواريخ في عدة مستوطنات منها كما نرى كريات شمونة مستوطن الدان وحول بلدة الغجر وهنا تعتبر المنطقة جغرافيا قريبة من البلدات العربية إذا صلتنا الضوء أكثر نرى النيران تندلع في هذه المناطق وذلك ما يتسبب بتصاعد أعمدة الدخان بالفعل إذا حصينا ربما يكون هناك حول ثلاثين صاروخ أو أكثر في الرشقات الأخيرة سبق ذلك عدة رشقات وصلت الصواريخ إلى منطقة نهارية وعكة وضواحي عكة بعض المستوطنات تم إجلاء السكان منها هي المستوطنات البعيدة هنا ربما نعتبر أن هذه المستوطنات هي مغلقة أمنيا وتعتبر مغلقة وتابعة للجيش لكن المستوطنات البعيدة لا زال يعيش فيها المستوطنين وتم إجلاء بعض المستوطنات مثل مستوطنة هعميك وكذلك في منطقة الجليل الغربي جنوب شرق نهارية بالفعل كان اليوم ساخنا جدا رشاة الرشقات الصاروخية منذ الصباح الباكر وهي لا تتوقف عن الانطلاق من جنوب لبنان وتستهدف مناطق عديدة وصلت إلى خليج حيفا وذلك يعني بأن تلك الصواريخ التي وصلت إلى خليج حيفا كانت نوعية متوسطة المدى الجيش الإسرائيلي قال بأن الدفاعة الجوية عطردت بعض الصواريخ لكن بعضها سقط في مناطق مفتوحة حسب البيان الرسمي لكن هناك من يقول بأنها سقطت في مناطق وتسببت بأضرار ربما نضيف بأن الرشقة الصاروخية السابقة قبل ساعتين أدت إلى مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين في منطقة مستوطنة مردخاي أعداد من الجنود نقلوا إلى المستشفيات صباح اليوم أعلن مستشفى صفد عن استقباله لستة عشر مصابا من الجنود أيضا مستشفى الجليل كان الحديث عن سبعة بالإجمال أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة خمسة وعشرين في الصباح الباكر وإذا أضفنا أربعة نتحدث عن ما فوق ثلاثين ومقتل جندي وفي الصباح كان الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي بالفعل الأعمال العسكرية مستعرة جدا في ذات الوقت الذي ينفذ فيه الجيش الإسرائيلي عمليات برية وقصف بالمقاتلات وكذلك هدير المروحيات لا يتوقف عن التحرك في المنطقة المدفعية أيضا تعمل وتقصف مناطق بعيدة نستطيع رؤيتها بالعين المجردة من هنا داخل الجنوب اللبناني وأعمدات الدخان تتصاعد منها أيضا بالفعل الجيش الإسرائيلي يقول بأنه قتل عناصر لحزب الله في جنوب لبنان واستحوذ على أسلحة تركوها مثل أر بي جي وكلاشينكوف ومنصات صواريخ وقال بأنه دمر بناء تحتية تابعة للحزب وأنه مستمر بعمليته العسكرية البرية من أجل إعادة سكان المستوطنات إلى مستوطناتهم ومنازلهم هذا من جانبه جانب الآخر الحراك السياسي مستمر وزير الجيش يقول بأن المعركة ربما تكون طويلة والأعمال العسكرية ستستمر حتى القضاء على حزب الله وهذا يعني بأنه ليس هناك أي أفق دبلوماسي لحل الأزمة حسب التصريحات الرسمية من الجانب الإسرائيلي رشا المشهد ربما تكون الصورة أبلغ من الخبر الحرائق تندلع كل يوم وكل ساعة وأعمدة الدخان تتصاعد في جميع مناطق المستوطنات الممتدة على طول هذا الشريط الحدودي نعم رائد